أهلا وسلم بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم حج عراقتي تدرون شوفكم حلقاتنا على المواقع التي تطلع دائما في أسفل الشاشة على السوشيال ميديا انستجرام والفيسبوك واليوتوب وأيضا تقدرون تتواصلون معنا على موقعنا الخاص www.sotelmustakbel.com استهداف أبراج الطاقة الكهربائية التي وصل خلال عام واحد إلى 100 حالة تعرض لأبراج الطاقة الكهربائية وما شاء الله نحن موقعنا لدينا الخشب لأنه نعرف أصلا وبدون هذه الاستهدافات هي الطاقة الكهربائية ضعيفة جدا داخل العراق وأيضا يعني الحكومة العراقية أو عزة الدنوح سيصبح تدخل عسكري للحد من هذه الظاهرة التي تمناها أصابات داعش الإرهابي وحتى نتكلم أكثر في هذا الموضوع وتداعيات على المواطن العراقي هنا بالستوديو الأكاديمي في شؤون الطاقة والمحل الاستراتيجي لأستاذ أحمد المياح هياك الله أستاذ أحمد أهلا وسهلا الله يخليك أستاذ أحمد موضوع استهداف أبراج الطاقة يعني مبدئيا شنو الهدف الحقيقي من استهداف أبراج الطاقة هنا مجموعة أسباب أهم سبب هو العمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظم داعش بكي يرسل رسائل للعالم بأننا موجودين لجنة متنفس الهواء هذا يقوم واحد رقم اثنيا هناك يعني كتل سياسية وأحزاب سياسية تحاول التأثير على مزاج الناخب العراقي بأن تنسل له رسائل من خلال هذا الاستهداف ومن خلال عدم إيساء الطاقة الكهربائية للمواطن بأن هذه العمليات السياسية ميئوس منها وغير ذلك جدوى من خلال عدم توفير الطاقة الكهربائية باعتبار أنه الحكومة العراقية غير قادرة على توفير الطاقة هذا رقم اثنين رقم اثنين رقم اثنين وهو قد يبدو الأهم وأيضا هناك كتل سياسية ترغب بأن يتم تحويل موضوع حماية الأبراج إلى شركات أمنية خاصة سواء أجنبية أو عراقية بفلوس نعم من خلال دعم هذه الأحزاب أو قد تكون هي صاحبة هذه الشركات هذه الأسباب الرزق جديد يعني هسا معناتها بعض الأحزاب هي يعني وجه لداعش داخل العراق لأن داعش تبنها العمليات نعم العمليات الإرهابية التي يقوم بها داعش هاي مسألة عابرة للحدود أما ما يقوم به الآن ها تقاطعت الهداف معناتها نعم نعم يعني داعش من جهة وكتل سياسية هي ترغب نوعا عدم الكتل السياسية كتل السياسية ترغب بعدم الدخول للانتخابات مما يؤدي إلى تأثيب المزاج الناخب العراقي هذا رقم اثنين وقلنا الحالة الثالثة اللي هي قد تبدو الأهم إنه هو هذا الكتل السياسية تحاول أن تأتي بشركة أمنية على طول خطوط طاقة الكهرباء إجراءات يعني إجراءات دارة الكهرباء في هذا الموضوع حصاً للمواطن قاعد ديعاني من يعني هذا الموضوع أكو حالات طلاق يعني واحد قام ما يتحمل مرته أكو واحد يكتل جهال يعنفهم لأنه يرجع البيت يعني وإحنا ما شاء الله يعني الحر فضيع عندنا فشو التحركات التي تصدر داخل ذات الكهرباء أنا أتحدث عن حلول لهذا الموضوع زين الحلول يجب أن تكون حلول واقعية ومنطقية زين تتناسب مع المجتمع العراقي أهم هذه الحلول هو إشراك المواطن العاقبة خاصة العشائر أو المقيمين على خط الأبراج من خلال تسليحهم بأسلحة مرخصة وتزويدهم بأجزة صلاة لاسلكية يجب أن تكون يعني متواصلة مع النقام الثابتة على طول خط الأبراج يعني إحنا يعني كل برج نحط لنا واحد لا لا مجموعة يعني هذه المنطقة شكينية زين وتمر بها الأبراج ممكن أنه ذلك المشكلة يصلنا بالصحراء يعني حتى إذا بالصحراء يكون يعني إنه إستخدام كل الصحراء لديها يعني الشكان بأس صحراء لديها الشكان أوسط وهذا منطيد أو الجهد الجوي هذا واحد من الحلول الحلول الأخرى أون ممكن أن نستخدم الطائرات مياه زين من خلال يعني الكاميرات المراقبة يعني الكاميرات المراقبة وهذه الكاميرات المراقبة منتصلة بـ نقاط يعني أثابتة بطبعة يعني Dre gemachta يعني وجارتة الداخلية لها شرطة الطاقة ومن خلالها يتم التحرك هذا أيضا حل من الحلول حقيقة تبدو الحلول المنطقية وواقعية لإشراك المواطن بالعمل الأمني يبدو لي من خلال قرائتي أصبح لا بد منه باعتبار أنه يجب أن يكون شعور المواطن بالمسؤولية الوطنية جزء لا يتجزأ من السياسة والآيديولوجية التي يعمل بين مواطن العراق بينه هذا الوطن يجب أن نحمى من الجميع ليس فقط بالأجهة الأمنية أيضا نقطة أخرى موضوع شرطة الطاقة أفضل ما أن يكون جالسين في المقارات عليهم الدولة أن تقوم بنشر كل أفرادها هم تابعين لوزارة كهرباء هدولة أو التعمل الداخلية يكونوا تابعين لحماية المنشآت هي تعمل وزارة الداخلية ولكنهم يعملون الدولة ما نشوفهم وشنو واجباتهم واجباتهم يعني حاليا هي بالنسبة لأني غير مفهومة ولكن إذا كان هناك رأي حقيقي يجب أن نشر هؤلاء هم أيضا بالآلاف يجب أن نشرهم على خطوط الأبراج من شمال العراق إلى جنوب العراق وهذا واجبهم الحلقة اللي هي اسم الوحدة هي وحدة حماية الطاقة حماية الطاقة نعم هذا من الحلول التي نتوقعها هي بس يعني حتى نتطرق لها في حلقة قادمة ها هي تابعة لوزارة الداخلية نعم هي دائرة أو منشئة وحدة حماية البول الداخلية ويوزعوها على الوزارات وزارة الكهرباء مثل المسؤولة على المنشآت الكهربائية هذا تابع وزارة الداخلية شعبة من عدها أو مديرية اسمها يعني شعبة أو مديرة حماية ويجب أن تقريبا عدد الموظفين وحقا أنا لاستقريبا من هذه الموظفين لكن أكيد بالآلاف يعني ليس قليل أفضل ما يكون يعني فيه دوائر مغلقة أنشرهم على الأبراج وهذا يعني واجب وطني زين استهداف الطاقة الكهربائية تحديدا يعني معكم هاي أشياء أخر غير الطاقة استهداف أيش يعني ليش راحوا على الطاقة وهي الطاقة الصورة ضعيفة من حوارها يعني الطاقة الكهربائية الطاقة الكهربائية تعني الصناعة الطاقة الكهربائية تعني التربية طاقة الكهربائية تعني راح نسير للإنسان في هذا الجو اللاهب الآن إذا لا تجد أجهزة镜 يعني للتبريد أو تستشعر تبسوا يعني لا تستطيع أن تقدم شيء حتى إذا كنت موظف إذا كنت طبيب إذا كنت مهندس صح تتجول لها حتى أعتقد المسألة الفكرية تكون ضعيفة ولا تتناسب مع قدرات هذا الإنسان لذلك هم يذهبون إلى الضغط على هذا الموضوع لقتل التقدم والصناعة والتطور في العالم هذا هو دفع عميق زين يعني من الأخير هذه الوجوه الموجودة في العملية السياسية أو اللي راح تنتجها العملية السياسية القادمة بالانتخابات الجديدة تقدر تصلح الكهرباء لو ما تقدر سيد الكريم كل شيء قابل للإنجاز شرط أن يكون هناك شعور وطنية تكون هناك جدية في الموضوع ويجب يعني إبعاد كل موضوع فني عن السياسي أي موضوع فني يدخل فيه جانب سياسي تكون عملية فاشلة حسنا 13 وزير أو 12 وزير كل وزير من كتلة مختلفة وآخر وزير هو من حكومة التقدمقراط كلهم ما قدرسهم كهرباء عندما تتحول الوزارة إلى دكان للاستفادة من هذه الوزارة قطعا تكون نتائج كما أعلان تكتر أحمد أنا جدا سعيد بحضورك نورتني اليوم وإن شاء ربي هذه الحلول التي طرقت لها يتم تطبيق على أرض الواقع شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم الله يخلي عزائي المشاهدين يعني إحنا يمكن كان المفروض بالمظاهرات السابقة ما نقول نريد وطن يمكن نريد كهرباء يعني يمكن كان أفضل ولأنه وكأنه ما يوجد حرب على المواطن تبدأ من داخل المنزل نتمنى أن الحكومة القادمة يعني لأن الحكومة الحالية نشوف صعب تتحرك في الطروف الحالية يصير أكو تحرك حول ملف الطاقة الكهربائية عزائي المشاهدين أستطيعكم بنات حلقاتنا هذا اليوم انتظروني بحلقات القادمة تيمو الله اشتركوا في القناة